موجود معنا كمان هيكون موجود معنا صوت وصورة من ملعب من داخل ملعب المقار النادي هيدينا فكرة عن أو طبعا كريم ظهر معنا مساء خير يا كريم وهيدينا فكرة عن تمرنت النادي الاهلي النهاردة اللي بيرجع بعد 48 ساعة راحة للتدريب مرة تانية مساء خير يا كريم مساء خير زميل العزيزة أحمد طبعا برحب بك في البداية وكل التحية لكابتن كابتن أحمد ده نخلة وأكيد طبعا يعني استعدادات قوية جدا وتحدي كبير ومعنيات مرتفعة وتركيز كبير لعيبة النادي الاهلي الحقيقة قبل مباراة العودة اللي بنتمنها إن شاء الله من نسيب النادي الاهلي جدية كانت كبيرة جدا زميلة أحمد وكابتن أحمد دخلها طبعا يمكن أيكد على هذا الكلام شفنا الظروف وشفنا الأمور الحقيقة والظروف الصعبة اللي مر بها لعيبة النادي الاهلي لكن كل دي دوافع بقى إن شاء الله في مباراة السبت بإذن الله لتركيز كبير النهاردة نقدر نقول بقى أولى التدريبات وأولى الاستعدادات مع بيتسو موسماني مدير فني الفريقة النادي الاهلي اللي بدأ أكيد كالعادة النهاردة التدريب بمحاضرة فنية يمكن رجل النهاردة كانت محاضرته تحفيزية بشكل كبير جدا والتأكيد على أهمية هذه المباراة تركيز الجمهور كل الأمور دي يمكن بيتسو موسماني تكلم مع لعيبة النادي الاهلي كمان النهاردة تطمننا على أكثر من عنصر زميلة أحمد الحقيقة يعني في بعض اللعيبة شفناها وممكن بعض اللعيبة كانت غايبة عننا في الفترة الماضية الحقيقة أبدأ معاك طبعا نهاردة شفنا متولي وأيضا كمان محمد هاني وأكرم توفيق وبدر بنون بشاركه في التدريب الجماعة ودي كانت نقطة مهمة جدا حابين طمعا إليها طبعا لأن محمد هاني غاب خلال الفترة الفاتة النهاردة يمكن شارك وتدرب بتدريبات الكرة شارك في الوربعات وشارك أيضا كمان فيها لتأسيم الأجراها بيتسو موسماني محمود مطلع أيضا كمان بيقعوا على انجهازيته لهذه المباراة بدر وأكرم كان عندهم حالة إجهات كبيرة من الضغط الكبير والحقيقة الحمل الكبير تحديدا على أكرم توفيق الممكن الحيانات على مجهوده الرائع تعارف زميلة أحمد وكابتن أحمد نخل أيضا كمان هيكلم على هذا الأمر التوظيف أكرم توفيق في البكرية ومجهوده الكبير اللي بزن وتركيزه الكبير تغطياته العكسية كل الأمور دي الحقيقة تحسب لأكرم توفيق وتحسب كمان لبيتسو موسماني لأن الحقيقة ممكن الراجل حضره نفسيا بشكل كبير جدا أهمية المباراة والظرف كان صعب يمكن أكرم مش هنقول لعيب صغير على قدم هو أثبت بشكل كبير جدا أنه هو قادر أنه يكون متواجد فيه المواقف الصعب مع كل اللعيبة الحقيقة اللي يمكن أده أداء مميز جدا مع الظروف اللي كانت خلال الفترة الماضية وتحديدا في مباراة الترجع تونسي فيه رادس خلاص بقى صفحة أفل التمامن والتركيز بدأ بشكل كبير جدا لمباراة العودة إن شاء الله بإذن الله الأمور والمناخ والجو وكل الظروف إن شاء الله يكون محيطة في فريق النادي الأهلي وتساعد فريق النادي الأهلي في تخطي على عقب نتيجة المباراة إن شاء الله بإذن الله توصل النادي الأهلي للمباراة النهائية تدريب حتى هذه اللحظة زميلي أحمد كان شغال تأسيم يمكن بيتسو موسماني بينهي بها التدريب بيركز بقى على التكتيك على النقاط الكوة الصغرات أيضا كمان الأمور يمكن اللي كان فيها بعض الأخطاء كده بنسبة لخطة الدفاع أتكلم طبعا مع ربيع مع ياسر مع بدر مع كل العائبة النادي الأهلي بنعمل بس إن شاء الله بإذن الله لعباتنا تستمر على التركيز ده والقدم أفضل إشتراك خليني كريم أسألك كمان على على كابتن محمود متولي ومحمد محمود شاركوا مع اللعبة في تمرينة النهاردة إيه محمود متولي شارك الحقيقة طبعا يعني محمود متولي شارك النهاردةè في تدريب الجماعي محمد محمود في تقاني شوية 3 او 4 ايام ان شاء الله بعد مباراة الترج ان شاء الله بإذن الله يشارك بقى في التدريبات الجمعية بكل قوة محمد محمود ان شاء الله بنتمنى له العودة يعني مشتقين احنا نشوفه بقى في التدريبات الجمعية في التأسيمات يخش بقى ملعبت اللي نادي الاهلي لكن هو يمكن ان شاء الله 3 ايام مع احمد رمضان بيكم يمكن انا ما ذكرتش احمد رمضان بيكم احمد رمضان النهاردة كمان بيوصل التأهيل اللعيبة ممكن لقولنا رجعت محمد هاني محمود متولي أكرم مبادر لكن بيكان بيواصل التأهيل وواضح غيابه هيكون عن مباراة العودة لكن أيضا كمان 3 أو 4 تيام بالكتير قوي يبدأ يخش أحمد رمضان بيكان مليها تدريبات الجامعية لكن إن شاء الله بإذن الله يقدر بيتسو مسماني يوظف بعض اللعيبة يقدر أنه يكون فيه تشكيل أقوى وأحسن من تشكيل الفاتن تعرف كل المباراة لها ظروفها زميلي أحمد ظروف المباراة الليلة تختلف بشكل كبير جدا عن مباراة العودة فإن شاء الله بإذن الله الكل يكون جاهز أفشا يكون جاهز صلاح محسن كل إن شاء الله يكون جاهز لهذه المباراة وبإذن الله إن شاء الله ندرأ تخطي هذه المباراة الصعبة والمنتظرة والمرتقبة لكل جمهور النادي الأهل لقطة أحمد رمضان بيكان النهاردة كان شايل نمرة تسعة طبعا هداف الأهلي واحد من الهدفين التاريخيين طبعا كابتن عماد متعب اللي برضو بنطمن حضراتكم عليه إن شاء الله بإذن الله خير هو الحمد لله يعني تكون الأمور بسيطة وسهلة وأنا عارف كمان إنه كابتن خطيب تواصل معاه وكابتن سيد عبدالحفيز تواصل معاه وإحنا كنا حتى يمكن كنت بأتكلم مع الزملاء بنحاول نتواصل معاه لكن ما نجحناش في ده قبل الهواء لكن أطمن حضراتكم على حالة عماد متعب إن شاء الله بإذن الله نتطمن عليه ويقوم لنا بالسلام طيب خلينا سأكع أخيرا على نتفت كمان يا كريم نتفت شارك في تمرينته النهاردة وهل في لعبة أو كل اللعبة شاركت في الملعب أو في بعض اللاعبين كان ليهم ببرامج تأهيلية أو يعني دخلوا الجيم نتفت شارك زميلي أحمد النهاردة في التدريبات يعني نتفت بيشارك تدريبين بقى ويمكن شارك خلاص خلال الفترة اللي فاتت في التدريبات الجماعية لكل شارك النهاردة يعني قدروا لك بس باستثناء أحمد رمضان بيكم الوحيد اللي ممكن جري بس حول الملعب كده جري بسيط وبيقدي طبعا البرنامج التأهيلية الموضوع لي لكن بجانب طبعا أحمد رمضان بيكم كل اللعيب الحمد لله جاهزة بشكل كبير تطمن عليها ويمكن كنا محتاجين بس نطمن على هاني في الشوتنج وفي التأسيمات وفي المربعات الحمد لله تطمن عليه مع متولي مع بدر مع أكرم الحمد لله كل جاهز زميلي أحمد ودي مرحلة محتاجة تطحية ومحتاجة يعني انكار زاد كبير جدا إن شاء الله بإذن الله هي تسعين دقيقة تعدي بقى بكدمات بإصابات بأي شيء المهم إن شاء الله بإذن الله لعبتنا تكون كالعادة على قدر المسؤولية ونقدر نتخاطي تسعين دقيقة هتكون سبب كبير جدا في إسعاد كل جمهور النادي الأهلي ورب إن شاء الله العشرة تكون في دولة بطلاق إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم أحمد